تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الامنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42760 قضية تموينية مستندية وعينية متنوعة من بينها 131 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 44109 استوانة وضبط 90 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 5 ملايين و887 ألفا وتسعة لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 346 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت اكثر من 406.5 طن السلع مدعومة كما تم ضبط 130 قضية بيع بازيد من السعر ارز ابيض بمضبوطات بلغت قرابة 484.5 طن وضبط 33 قضية حجب ارز ابيض بمضبوطات بلغت اكثر من 510.5 طن وضبط 65 قضية في مجال حجب السلع الاستلاتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 468.5 طن كما تم ضبط 14608 قضية في مجال البيع بازيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت حوالي 768 طن سلع غزائية متنوعة وقرابة 625 طن دقيق ابيض كما تم ضبط 2585 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت اكثر من 834.5 طن دقيق بلدي اضافة الى ضبط 24 قضية في مجال بيع مواد البناء بازيد من السعر بمضبوطات بلغت 272 طن اسمنت و11.5 طن حديد كما تم ضبط 1166 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول ارز الشعير لموسم الحصاد الحالية وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 12951 طن ارز شعير كما تم ضبط 1081 قضية في مجال البيع بازيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 261.326 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال شهر مليونين وستمائة وثلاثة عشر الف ومئة وثلاث عشر مخالفة مرورية متنوعة من بينها ثمانماء وواحد وتسعون الف وتسعون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 11732 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 655 سائق منهم كما تم المرور على 1037 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3027 من سائق حافلات المدارس وتبين ايجابية 11 حالة كما تم فحص 2668 مركبة وتبين مخالفة 79 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 1484 سيارة ومئة واثنتين وستين دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 25204 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة كما اسفرت جهود رصد مخالفات تركيب اجهزة التنبيه الضوئية او الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 3671 مخالفة الاجهزة الصوتية وضبط 5465 مخالفة الاجهزة الضوئية وضبط 10701 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 13305 مخالفة ملصقات وضبط 97 محلا مخالفا لبيع الاجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا الطيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 346255 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295.863.135 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 916 قضية من بينها 463 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 453 قضية في مجال جرائم المضبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 146 قضية بقيمة مالية 534.425.731 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9189 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 19.725.000.000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستهداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29.530.848 جنيها ترجمة نانسي قنقر